إذن هي فكرة تطوير أفكار بجانب تطوير المقرات برضو يعني تطوير المباني وتطوير الأفكار والرؤى لمستقبل النادي الأهلي يمكن حضرتك ذكرت حاجة مهمة جدا أننا النهاردة تطوير المقرات نحن عندنا النهاردة مقرات موجودة فيه شاشات النهاردة كبيرة موجودة في مقرات النادي الأهلي عندنا النهاردة كان عندنا مقر الجزيرة المقر التاريخي للجمعية العمومية ونحن نتكلم عن إنعقاد الجمعية العمومية 26 سيظل مقر الجزيرة هو المقر التاريخي وده جزء من تاريخنا العريق اللي احنا بنفتخر به مقر الجزيرة دايما هو التي بيستقبل الأسرة الكبيرة لكن احنا برضو أثناء هذه المرحلة عايزين نغازي كل الأعضاء الجمعية العمومية في المقرات المختلفة من خلال شاشات العرض اللي موجودة أيضا فبالتالي كنا حرسين ان ده يبقى موجود وحرسين ان يبقى موجود بصورة فيها قدر كبير من العدالة فيها قدر كبير من النزاة فيها قدر كبير من الشفافية اللي بتتفق أيضا وقيم الرياضة نفسها طبعا وقيم الرياضة